قريب العرس كنت مخطوبة او لفترة الخطوبة وبغيتي وصفة اللي تهنيك من كترة كل مرات سير واجي عند الناس المخصصين مثلا في العناية والجميل او لفصالونات اللي يديروا التبريمات والجسم في اليوم لا تخسري حتى شي ريال بإذن الله تعال بصنع الويداتك وصفة الخل والفازلين ان شاء الله سوف تزوجنا بالنسبة للمتزوجات بالنسبة للمتزوجات بالنسبة للمتزوجات في أبه و أحسن حلة نهار العرس على العائلة والأحباب والأفراح والنشاط فان شاء الله اليوم سوف تساعد وبشرة بيضة صافية بدون بقع بدون مشوكلف وبلاحبوب سوف توحد لك اللون لان بزاف اللي يقولون و هي الوجيه مكمش و هي وجهه و هي عمر بلد خاص فعطينا شي حل اليوم الحل للمتزوجة و هي وصفة الخل والفازلين المعجيزة لعلاج الزواد و المشو الكلاف و عدم توحيد لون ترهولات و بالنسبة للمنات و هرهة وكان بزفة كيعان و هدو المشكلة و تخف عمر صغير و ليس بشرط يصل الى المشكلة و هذا لهم خفاف ولا المشكلة للناس عند الصغار و الكبار اليوم سنعالج بوصفة زوينة سهلة التحضير و اقتصادية و رخيصة والتي هي وصفة الخل و الفازلين للتفتيح للتبييد لعلاج البقع للمشو الكليف للحبوب السواد لاتخاص الزروقية تحت الإبطين و بين الفخدين يعني جميع المناطق الموجود فيهم السواد ستعالجهم و تعتني بهم بوصفة الفازلين اللي كترطب و زوينة بزفة البنات و كتعالج بزفة المشاكل و كذلك الخل تبعي معي الفيديو منذ البداية حتى نهاية بيش تستفدي منه ان شاء الله بالتفاصيل ديله كاملة مكمولة و على بركتي الله اول حاجة البنات غادي نحتاجوا الفازلين هنا عندي هاد نوعية ديل الفازلين وهي نوعية اصلية لانه الفازلين البنات هاد نوعية يرها في تركيبة ديلها امنة مليون فلم يعني البنات اللي كيسولوني على التركيبة ديل هاد الفازلين واش زوينة اهل بنات زوينة و تستخدميها حتى الوليداتك او لأطفالك صغار انا ركا ناخدها و نعود ناخدها خصوصا هاد الزرقة كي تجي اصلية و كي تجي طبيعية يعني ما فاتشين كاراكينين وحدين اخرين فيهم نكهات حتى وما في تركيبة ديرهم زوينين ولكن كيكونوا مثلا بنكهات الماسك بنكهات الوارد بنكهات بنكهات المهم البنات هاد يدابو ريتكم هاد الزرقة هاد يزوينة راه فيها الحجم الكبير كيدير 30 درهم و فيها الحجم الصغير 15 درهم الحجم الصغير 15 درهم و الحجم الكبير 30 درهم سوف تلقوها عند مولي الماكياج في المحلات تجارية سواء الكبرى او الصغرى منها و كينين هاد الانواع هادو الاخرين ديال الفازلين انا غنبت اختارهم هادو البنات صغير بخمسة درهم حتى هما مزيانين ولكن عندك البشرة حساسة بزاف من الاحسن تاخدي الفازلين الاصلي يعني هادو كلي بريتكم الزرق يكون حسن قد تكون تركيبها ديالو امن اكتر من هادو بنسبة لبنات اللي عندهم الحساسية فلابو او في الوجه ديالو هادو مثلا بالتفاح هادو الولينية البنات صراحة هادو بالارغان هادو بالتفاح ديالو نكرة كيكون مكتوبة في الفازلين بحال هادو البنات هوا الناتور كيجيب هادو الان زرق هوا طبيعي هوا الناتور زرق طبيعي هوا الناتور زرق طبيعي هادو غزال و بزر هادو الابو الحامض هوا حتى هوا زوين هاي لبنات اللي كيشقوها ها لما دا منتي هوا هدا بسيتخو عشى اللبنات كننركز على الحامض لانو ايا فازلين بالحامض كيكون مبيد كتر من الانواع الخريصة اللي ببختار جيت معاكم يعنى يكون لبنات ها لبنات كيكون ذو حسنا عندكم هادو البنات هادو بالكاكاو هوا توا زوين كين هادو بالفاني او الفانيلا توا زوين اضافة 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 الخل اضافة 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 بالنسبة لبنات الكطة التانوية المكونات التانوية تحتاج معي مكونات زوينين و رائعين للتفتيح كالتالي ستخدم معي كمية الروز بودر المكونات الزوينة اقتصادية و رخيصة سوف نفتحها لترى نوعية الروز اخذوها بعينيكم مغمضين المكونات الزوينة و رخيصة ممكن تخذيها مشكلة و تكفيها كمية فكتخذها منها كمية و تشدها تطحنها سكت ولي بودر ناعمة و تستخدمها من طبيعة الحال فأي وصفة طبيعية فقلنا كمية من الروز قلنا كمية من الخرقوم البلدي بالنسبة للكرقوم اللبنات هنا تحتاجه معند العطار يعني كان مشاء العطار كمية الخرقوم بعدما تحتاجها بعدما تتحنها ليا نشدها و نستخدمها يعني كتكون عواد و نشوفها بعينية كتتحنها في الطحانة يعني ما تكون شاكدة عندما تكون مغشوشة للاسف و ما تستخدموش فيها صراحة شيئ لي مزيان فانا جليان قد نقول لكم من الاحسن تاخدو خرقوم عواد امامكم بشاكدس عارفو اشنو استخدمتوش خرقوم الروز الخل الفازلين و نحتاج حليب فودر و الحليب مجفف و الحليب غبرة نيضو من سنة من سنة إلى ما فوق و كذلك نيضو تهوي حليب مجفف كامل الدسم هذه الأنواع على البنات على ضمانتي إلا توفروا عندكم سوف يستخدموهم فيهم واحد التفتيح و واحد الأشياء غزالة غزالة لا تعود و نحتاج الشوفان الخرطان نتبع العبار كيلو يحط فيها كيفية يتغبات كمية الطحن و قمت بلغبرة منيلا على طريقها قمنا روز و قمنا حليب و نضيفه مقادر مقادر يجب ان تفتيح منذ اول استخدامه المهم على بركتي الله نزول طريقة التحضير اول حاجة نحتاجها هنا في الغوصد كيمياء الارز المطحونة جيدة سأخذ ججم عالق عامرين يمكن ان اخذ قل او اكثر لك الجسم الكامل سوف تكتري في بعض المناطق لا تكتري سأخذ الخل هذا الخل لا تركزه خفيف اخذ الخل غامق تركزه ونقوم بخفيف لكي يسبب حساسية ديما خذ خل قليل في اللون لا تخطوني لانه نستخدم في وصفات التبيض بشكل كبير سواء معكم او لا تبريمات لكي نبيض المناطق الحساسة ونعالج بقاع او لا لو كانت عندي بعض المناطق مثلا لا تحاول ان نجمع هذه المكونات فخلطنا الخل وخلطنا الروز اللي بريتكم سنضيف الخرقوم الولدي اللي يكون مطحون على العطار لكي استخدمتي خل نوعية جيدة الكيمياء اختيارية على حسب الرغبة نصف معلقة الخرقوم البدي او الكرقوم ونجمع الخرقوم جيد مع المكونات نضيف حليب بودر نضيف حليب بودر خلطنا نضيف حليب قمت بسرقة نضيف حليب الوصفة نضيف حليب كمية نضيف حليب والخل محلط الخل لا تفتشي مكونا من الخل المكوى يجعله السائل لتفتيح مفوري منذ أول استخدام الخرطة معروفة بالتفتيح الجبار والقوي البشار نضيف الشوفان أو الخرطة نضيف كمياء الشوفان نضيف نفخ طبيعي نضيف نفخ طبيعي نضيف نفخ طبيعي نضيف نفخ نضيف نفخ طبيعي 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 بإختيار التحصيل ونجمع الوصفة حتى تجمع الوصفة لنجمع الوصفة ومتصوح وتماسكت مع المقادر وهذه الوصفة جاهزة ما عليك تجي هكذا في الول الأصفر على البنات ما شاء الله غد تجني الزوج ديالك بكل ما في الكلمة من معناه وبنسبة المخطوبات والعريسات اللي ان شاء الله باغين يبانوا نهار موعد الزيفة في ديالهم فأبهوا أحسن الحلال فغد تحصل على بشرة بيضاء صافية بدون بقع بدون تسبوغات بلا نمش بلا كحل بلا زروقية بلا سواد بلا تشيحار مو يمكن تطبقها في حالك تشوفوا شكل ديال هالبنات كيفاش دير هادي لو خدت مشي للصالونات تخسري الزباب لتلفلوس ما غاديش تصوبي بحال هاد الماسك هاد السحري المعجيزة لتبيض العريسات والمتزوجات كذلك لسبة لبنات كيسو بلوني تقول ليحنا عريسات ولكن ما لقينا شي حاجة لإفيكاس يعني كيما كان قولو دقبط لها منذ أول استخدام يعني ما شي تال تاني ولا تالت استخدام عتبا نتيجا لا وإنما منذ أول استخدام فما كينش تجربوها على دمانتي ورغت تحميلي بها الوليد ان شاء الله بعد ما تجربيها ها انتم هادا هو الشكل ديالها كنخلينا في حالة كده كنخليها تكجوف الناس لا يقول لي اشحلت الوقت فالوقت كيبقى اختياري على حسب ما بين 5 دقيق تل 15 دقيقة أو 30 دقيقة مو يمني تحسي بها ان شفات او لجفات كتغسلي المنطقة الحساسة بالماء الدافئ جيدا والدوزي باش ترطبي وانه كيبقى رطبوه بأي حاجة بغيتي بأي كريم بأي فا يعني ممكن تعودية ترتبها بالفازلين ممكن بنسبة للناس يقدم بشرة شديدة الجافاف اما الناس اللي عندهم البشرة غير عادية فبلما ترتبوه لانه الفازلين تدين الخدمات فهي نفس هارة فيها الترطيب ولكن الناس اللي عندهم بشرة شديدة الجافاف فمن الأحسن تعودوا ترتبوا بصحة والراحة وهانتما البنات الشكل الوصفة كيفاش يكون قوام ديالها الغزلتة ديالها ره معجزة ربانية بكل ما في الكلمة من معنى انتمنى البنات تدعمونا بلايك ديالكم واشتركوا في القناة مرحبا بكم راييومي ان كان قدموا الجديد فعلوا زيل الجارس وغاد ينطلقى معكم في فيديوهات مقبلة ان شاء الله والمزيد من الفيديوهات زوينا ورخيصة واقتصادية إلى اللقاء اشتركوا في القناة